مضى رجب وأقبل شعبان سمي بذلك لتشعب القبائل في الحروب والغارات بعد أن يخرج شهر رجب الحرام شعبان وما أدراك ما شعبان شهر الاستعداد والتهيئة لرمضان شهر الصيام وتلاوة القرآن فقد كان عليه الصلاة والسلام يكثر فيه من الصيام لأنه شهر يغفل عنه الناس وهو الشهر الذي ترفع فيه أعمال السنة كلها يقول أسامة بن زيد رضي الله عنه قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم قال ابن القيم رحمه الله فإن عمل العام يرفع في شعبان وكان السلف يكثرون فيه من تلاوة القرآن حتى إن منهم من يغلق حانوته ليتفرغ لقراءة القرآن يقول سلمة بن كهيل كان يقال شهر شعبان شهر القراء وكانوا يحرصون على إعانة المسكين في شعبان ليستقبل رمضان بما يسعد به أسرته وأولاده فقد روي عن بعض السلف أنهم كانوا إذا دخل شعبان أخرجوا زكاة أموالهم تقوية للضعيف والمسكين على صيام رمضان ففي شعبان ترويض للنفس وتهيئة لها لاستقبال رمضان بأحسن الأحوال والأعمال ترجمة نانسي قنقر